بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبكم أحباء الكرام في قناتكم قناة تفسير حلمنا واللي همنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الحلم الواحد الميت طبعا صاحبة الحلم بتقول لو حد حلم إن واحد ميت جاي من العمرة وكان معاه بواقي أكل وقال أنا تمتعت في العمرة وما كانش معايا فلوس أجيب هدايا ولما جه ناس كتير جات له وجابت له هدايا أقوله بالله توفق في تفسير هذا الحلم طبعا إحنا نحسبه عند الله في منزلة عظيمة وإن شاء الله هو طبعا الجزئية اللي حضرتك فيها بتقولي هو تمتع بالعمرة وما كانش معاه فلوس عشان يجيب هدايا لحد هو فعلا نحسبه عند ربنا إن هو مستمتع بالحياة الجديدة اللي هو عايش فيها طبعا عند ربنا في المنزلة بتاعته وطبعا إن هو مش قادر يجيب لكم هدايا لإن ما فيش في إيده إن هو يعمل لكم حاجة لكن أنتم طبعا الناس اللي راحت كتير وجابت له الهدايا ديت اللي هي إن أنتم تدعوه له وقصرة الدعاء له وطبعا زي ما إحنا عارفين إن الدعاء للميت ربنا بيوصله له وبيكون في ميزان حسناتكم وحسناته هذا والله تعالى أعلى وأعلى أذكركم أحباء الكرام متابعة قناتكم قناة تفسير حلمنا واللي يهمنا وطبعا ما تنسوش ترك أحلامكم في التعليقات وسوف يتم الرد عليكم في الفيديوهات القادمة بمشيئة اللي هي تعالى وطبعا ما تنسوش تتابعوني على قناة تفسير حلمنا واللي يهمنا الصفحة الخاصة بالفيسبوك سيبالكو اللينك بتاحها في صندوق الوصف أو على الإنستجرام هذا وألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة